وبداية نرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء السيد وزير الدفاع السيد وزير الداخلية السيد وزير النفط والسيد مستشار الأمن الوطني لمشاركتهم مجلس النواب في هذه الجلسة المهمة والتاريخية والتي نبدأها بالآتي السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء السيد مستشار الأمن الوطني نرحب بكم في رواق مجلس النواب هذا اليوم متمنين أن يفضي هذا اللقاء إلى مزيد من التعاون والتكاتف بين سلطات الدولة لتجاوز الصعوبات التي تمر بالعراق وتهدد وحدته وسيادته وسلامة أراضيه إن وحدة العراق اليوم تتطلب منا دوراً متوازناً حكيماً مدروساً يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الموضوعية ويحرص على تجنيب شعبنا من كل مكوناته وأطيافه آثار الفتنة وتداعياتها وحيث أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن الإجراءات العملية للحفاظ على وحدة العراق والدفاع عنها فإن مجلس النواب العراقي وقف وسيقف من خلال قراراته مع الحكومة في كل إجراءاتها الدستورية والقانونية والتي ترمي إلى الحفاظ على هذا الوطن وأمنه إن الانتصارات التي تحققت والتقدم الكبير الذي تحققه قواتنا البطلة في إنجاز الصفحة الأخيرة من معارك النصر على تنظيم داعش الإرهابي وهذا الجهد من قواتنا هو محل شكر واعتزاز كبيرين ولذا فإننا مدعوون إلى حماية هذا النصر من خلال الحفاظ على مسبباته ودوافعه التي جاء من أجلها وهي وحدة أرض العراق وصيانة مسؤولية الدماء التي بذلت لأجل هذا الهدف الكبير إن شعبنا الكردي هو جزء لا يتجزأ من شعبنا العراقي ولذا فنحن مسؤولون عن هذا الشعب وحماية مصالحه وعدم الإضرار به في أي إجراء وسنكون في أعلى درجات الحرص في أن لا تفضي إجراءاتنا وقراراتنا إلى أي أثر من شأنه أن يكون عقاباً جماعياً للشعب الكردي وحصر الإجراءات بما يمكن أن يضغط على صاحب القرار ويدفعه للتراجع عن خطواته غير الدستورية